موسيقى مشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ومعنا فقرة الوقت بتهم كل الشباب النهاردة هيكون معنا نشاط طلابي متميز جدا ومختلف عن المعتاد وهو مؤتمر سنوي بيتم تحت عنوان رحلة عقل يطرح قضية للنقاش بين الطلبة وبينقشها معاهم بعض شخصيات المجتمع وبعض الإعلاميين في محاولة لإيجاد بعض الحلول والحل الأمثل بياخد جائزة رمزية وده بينظموا طلبة كلية هندسة عين شمس خلينا نفهم أكتر من الطلبة عن المؤتمر اللي بيتم كل سنة معنا الطالب باسم أحمد أهلا بيك يا باسم ومعنا الطالب محمد حسن من منظمي رحلة عقل أهلا بيك نهاركم سعيد وحاجة مشرفة جدا أن الطلبة في الجامعة بينظم مؤتمرات وتنقشوا فيها مع الإعلاميين ومع كبار شخصيات المجتمع عايزين في الأول نتعرف عليكم يعني نتعرف على كل واحد فيكم أنا باسم أحمد محمد تاني كهربا كوليت همزة جامعة تنشمس بس أنا رئيسي نشرة الطلبة بين السفر ومحمد محمد حسن إبراهيم تاني كهربا وردو جامعة تنشمس كوتاندسة وهد البابريك الليش طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف منكم مين الأسس الفكرة وتأسست ليه وإمتى تأسست هيا ما بدأنا الفكرة كانت فكرتي الفكرة جاءت لي في شهد 12-2012 احنا كنا أول دفعة بعد صهودة خمسة عشرين فاكرت كل القصة ان احنا بعد الصهودة قلنا ان احنا محتاجين فعلا كل المشاكل اللي بتواجه الشعب دلوقتي بتواجه أفضل الشعب بتواجه الطلبة في الكليات في المدارس في كل مكان ان الشعب فعلا محتاجه وعي صقافي سياسي اجتماعي وعلمي في مجال كتير جدا فادي المشكلة احنا لما دخلنا الكلية لان المشكلة دي متواجدة جدا معنا احنا ومع زمائلنا ومع كل الناس في المجتمع فبدأنا نفكر تبا جامعة احنا ممكن نشوف حولهم المشكلة دي ازال فالقيت جات لي لكلمة ناس صحابي أجوى مني في السنة في الكروف في الكلية قلت لهما جامعة لعايز عمل فكرة تساعد الطلبة ونحل مشاكل اللي موجودة في البلد باكبر نزمة من ممكن فجات الفكرة بدي نستون احنا نعمل حاجة اسمها بدي نستون اكتيفيت في كلها هدف التواعية السقافية والساسية والاجتماعية جوة الكلية عن طريق ندوات وعن طريق محاضرات وعن طريق كورسوس ونطلع بالتواعية دي او بالمساعدة دي برد كلها جينا في شهر 6-2012 بدأت تجمع الناس زمائل وصحابي في كلها والناس اللي هي مقتنعة بالموضوع قلتنا مجمع الفكرة كذا 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 وفيه حاجة اسمها بين السلط نشتغل او ما نشتغلش الناس خطناعت جدا وشافت ان احنا فعلا بعد الصور محتاجين حاجة زي كده جدا بدأنا نتجمع الناس بدأنا نشتغل وقعنا كثير او في نص الطريق ووجدتنا صعوبات كثير جدا بس الحمد لله السنة بقيتوا قد اي شغالين احنا 6-2012 لغاية دلوقتي شغالين يعني دي تاني شغالين تمان اهلا ده دي ده ده بيجي فيه باند وبي جي فيه ك active شخصية بتعمل طوعية في موضوع معايقة بطريقة تجزي بالنس يعني بدأ zich عندها تجزي بالنس محمد طلبة محمد طلبة من سلافيكوستا الرجل يتكلم أنت عيس يا سيا بحيات جدا بدون تدخل في أي طرف بحيث أنه يشد الناس ويوعيهم بسطوب كويس ويخلي الناس تخرج فرحانة مبسوطة فهم كونسيبت جديد يعني فتحاجة موضوع جديد برضو السنة استقبل دفعة عددية جديدة بس بشكل مختلف جبنا لهم كثرة من كلية ووضحوا لهم نظام الكلية عمل إزاي جابنا لهم نفسها تخرجت عملت مشاريعات خارج وقالهم إزاي هندسة إن شمس ممكن توصل لحاجة زي كده إن إحنا فعلا المجتمع بتاعنا مش هندسة إن شمس إحنا مش بندرس تديهم دافع من الأول بزبط أعمل كميسلي وفيزيكس وماسو جوده ولأ بس لأ أنت مفروض تشتغل من دلوقتي وتفكر أن أنت ممكن تعمل مشروع يفيد بلدك كلها بيك إنت أنت كطالب هندسة إن شمس مش مغاوط طالب عادي لأ أنت ممكن تعمل حاجاتك تجد طيب عايزة أسألك بقية محمد أنتم حضارين للمؤتمر اللي جاي هيبدأ فعلياته من 15 مارس مظلوط إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بإذن الله طيب المؤتمر اللي جاي هتبقى فكرته يعني بدور حوالين إيه؟ إيه هي القضايا اللي اخترتوها بمرة دي أشعين تناقشوا يعني كل جوانبها؟ هو إحنا أساسا نريفينت نفسه اسمها ميند تريب يعني نرحل لتعقل فهو بمتسمنا أربع أجزاء أبنينج وترينينج وريبورت وكلوزينج الأربعة دول بماشيين بالترتيب عشان نقودهم في رحلة بجد رحلة الأبنينج إن شاء الله هتبدأ عندنا في الأسبوع الأول وده هيكون في شخصيات تتكلم عن التنقش الأضايا الثقافية والسياسية اللي هتشغل عليها الرب على طول أو تشغل عليها فكرت إيفينت بتاعه والجزء الثاني هو يبقى جزء الترينينج هيخضوه على إيد الكاترة من عندهم في كلية وترينر من جوة كلية وخراجت كلية عشان يعرفوا زي يتعاملوا مع الناس يبدأ الموضوع التوعاب بتاع النشاط الثقافي والنشاط السياسي والجزء الثالث اللي هو بتاع ريبرت إن شاء الله بإذن الله نقود إن احنا ننزل نسجل مع الناس وهو يبقى فيه تراك ثقافي وتراك سياسي كل مفروض تيم حين نزل في تراك واحد منهم عشان يبدأ يناقش الأضايا الثقافية والسياسية مع الناس في الشارع في الجامعات في كليات في كل حتة يعني إحنا استنادي تقريبا من اختلق إن إحنا مش نزلين جوة بس كلية هندسة بس جامعة من شمس إحنا نزلين في جامعة نفسها في الحرم نفسه في كلات صيدالة وقلس ومتجارة ونزلين في جامعة القاهرة ونزلين في جامعة مصر الدولية مصر العلم وتكنولوجيا يعني في كذا كلية عشان إحنا هدفنا الأول إحنا ننشر طواعة ثقافية بمفهومة العامة وبيجي بعد كده بقى اللي هو جزء الأخير اللي هو جزء الكلوزينج اللي هو عيبقى فيه الشخصية اللي هو عيحصل فيه الفير الفيديوهات هتتاردت كلها وهتاردت فيها إن شاء الله بإذن الله مركز الأول مين وكده ويبقى فيه لجنة حكم من شخصيات مرموكة اللي هي هتحضر البند نفسه الحفل نفسه وهيبقى الجائزة قيمة يعني هو فيه جواز معنوية ومادية طيب عزين يعرف أنت الوقت يعني بتجمعوا الموضوعات وبتاخدوها خلاص بتعملوا بوينتس للموضوعات ولا بتاخدوا كل موضوع يعني وبتدرسوه دراسة عميقة وبتنصروا ليه بشكل كامل هو إحنا هدفنا إن إحنا بنوضح المشكلة الأول ونعرض القضايا نفسها هو لو الشخص الأدامي فيهم القضايا نفسها تتكلم عن إيه هو يبقى أحسن له أنه هو يجيب لي الحل ليها بدل ما إحنا نديله الحل يعني إحنا هدفنا إن إحنا لما نيجي مثلا نتكلم على التراك السقافي مثلا يعني أهم حاجة فيه إن إحنا لما نزلنا معرض الكتاب قبل كده شفنا إن دور النشر بنزل له كتب كميات كبيرة رهيبة ومؤلفين بنزلين كتب فعلا جمدة بس المشكلة إن ما فيش حد بيروح الشري إحنا لما أتكلمنا مع الناس هناك كل واحد بينزل يشتري الكتاب هدفه بس إن هو يبقى أسمه نزل معرض الكتاب عشان يجيب كتاب بيعتبرها فصحة من الآخر فده ما ينفعش ما ينفعش إحنا أنا مثلا كواحد مهندس أهم حاجة بنزل الكتاب ده أنا بجيبه عشان استفاد بيه أخد بيه صفاف يعني أقول حريك على حاجة في النظرية يعني لما أتعرف حضرتك إن متوسط تعدد ساعة القرية بره 200 ساعة سنويا وعندنا في مصر بستة سعة بس في السنة في المدار السنة ده رقم رهيب لما أتعرف حضرتك مثلا إن محمود وائل أسكو طفل في العالم مصري وإن مصر اللي تطريبها الأسوأ في العالم في تعليم الابتدائي لما أتعرف حضرتك إن 15% من الطلاب اللي في تعليم الابتدائي ما بيكملوش إعدادي دي حاجات كلها خلتنا نحن نفسنا نصدم فحنا كان هدافنا نحن نبدأ ننشر واي ثقافة طب ليه الحاجات دي متحصلش طب حنا نحن لها إزاي فهو ده يعني ده موضوع الثقافة طيب سنة دي هتناقشوا موضوع الخلاف السياسي في الأسرة الواحدة هتناقشوه إزاي تمام هو طب معنة زي ما زي ما زي ما زي ما زي ما زي ما محمد قلب الزبطة هو معنة طريبة الاحلاء دي كلها بطناشت أضييتين زي ما قولت الحقيقي قضية Где سياسيك ما محمود جداً فقالاً الناس فعلاً مشتريتش الناس ناس تنزل يا إما بيشلوا القصص يا إما ما بيشلوش أصلاً دي بنسبة كبيرة فعلاً الموضوع هذا تمام فإيه اللي خلالة الثقافة دي موجودة فدي دي مشكلة أو مشكلة تاني مشكلة الحاج بتكلمي فيها فعلاً مشكلة عدم تقبلها لأخير نحن فعلاً أيضاً الأسرة الواحدة نفسها فيها ناس فيها الأب والأم والأولاد متخلين مع بعض بسبب إن ده بيقيد فلان وده بيقيد فلان وده بيقيد مش عاف مين الموضوع هي دي المشكلة نحن برضو دين تاني مشكلة ننزل لناشا وبرضو تمشي بنفس بنفس الترب أو بنفس الناس نزيل طيب إن شايفين الحال للمشكلة دي إيه؟ اللي شايفين الحال للمشكلة دي إن الناس تقتنع إنه هو ما فيه حاجة أسمعها ننازم يبكولها حضاء هو أكيد ما فيش حد صح على طول فلازم أكيد الشخصية اللي أنت بتأيدها أكيد عملت أخطاء بس المشكلة مثلا إن إحنا ممكن نخش منها موضوع الثقافة بس أخطاء مين ممكن تختفر أو أخطاء مين ممكن تعدي في الوقت ده هو المشكلة إننا في الفرد في العيلة مثلا واحدة فيها كذا فرد ليه كذا رأي طب إيه هو إيه سر الخلاف أساسي إنت يعني إنتون لي مش هزين تسمعوا بعض مثلا يعني لو إحنا بنكلم في إطار الثقافي مثلا شخصيات هتجي تطرح المشكلة في الإطار السياسي مفروض إن في شخصيات هتجي تطرح المشكلة نحاول نقرب وجهات النازم مين اللي هيحضر في الإطار الثقافي ومين اللي هيحضر في الإطار السياسي كشخصيات تجي تشخصيات طبعا وإحنا فعلنا فعلنا أكتر من شخصيات تجي تتنايش المشكلات الثقافية ومشكلات السياسية بس طبعا هو قصة كلها بس كدو الأول تصبيت الموعيد بس يلت تتضبط طبعا كلمنا أستاذ محمد صبحي وهو رحب جدا بالفكرة وإن شاء الله ما يجعل الصفة هيكون معنا بإذن الله بنسبة بها كلاما لدكتور مانال عمر بحسنية كدكتورة نفسية من الناس الممكن تتنايش فعلا في مشكلة عدم تقابل على الأخرين لأننا قصة أننا عدم تقابل على الأخرين ده تشدأ شيء طبيعي يبقى فيه قراءة مختلفة في المجتمع بس مش اللي رأيه مخالف رأيك تقتلوا مثلا يعني احنا فعلا متخيلين أن احنا ممكن بالوضع نحن مشين في ده ممكن كمان شو هنلاقي أبقى تاليبنا عشان معارض الفيكلة ده فعلا تعصوا وصر لدراج غريبة جدا نازل تتخنق مع بعض في الشارع في المترو في المواصلات لمنزلنا احنا كل كل برينستروم احنا برينستروم من كمية فرض فبننزل نفرق نشوف الناس في المعارض نشوفهم في المواصلات نشوفهم بنلاقي شكل المجتمع بغريق شكل الناس تغير بالظبط الناس بتتخنق مع بعضها عشان غير السيس العادات والعارف اللي احنا كنا فاهمين عليها تغير اه يعني ايه يعني احنا مسلا لعشان الناس من زمان مش متعودة على النقاش يعني بين الاسرة الوحدة لا هو طريقة النقاش ممكن تكون اختلفت يعني مثلا قبل كده النقاش مثلا لو هما كانوا بيعرضوا مشكلة وحلها دلوقتي هما بيعرضوا مشكلة بس ما بركزوا ش رحلها او بيعرضوا جني واحد من المشكلة ما بيروش مشكلة كلها فادي في حد ذاتها غلط يعني انا مثلا اقول حليك الحاجة اذا احنا بنتكلم على البطار الثقافي مثلا فيه مشكلة بتقابلنا اللي هو مشكلة الجاه تعليم مش كويس في مصر مش عارف ايه طب انا ليه مركز مثلا غير علاوة واحدة اللي مدرسين ما بيشرحوش طب هممكن يكون البيت اساسها مش مساعد الطفل ان هو ايزاك يعني انا مركز على جانب واحد من المشكلة واسم بي مشكلة كلها انا لو عرضت المشكلة كلها بكل جوانبها ممكن اساعد اللي قدامي ان هو يحلها اول هدف هدف برينستون هو معظم الجيل اللي فات يعني كان مش متعود ان هو فعلا يتناقش وان رأيه يبقى محترم في البيت اعتقد ان ده يكون برضو سبب مشكلة ان هو دلوقتي بيبقى عايز يفرض رأيه بالقوة رغماني المفروض الطبيعي ان يبقى فيه رأيه مختلف يعني احنا خلقنا كده ناس معايدة لده وناس معايدة لده في الناس الخش الجنة الناس الخش كل واحد لي رأيه كل واحد ليتواجه كل واحد يمش في طريقه تمام فطبيعي انت بتتناقش مع اقنعته اقنعته ما اقتنعتش خلاص يمكن هو اللي صح هو انت مغلقت مش دوري ان انت طرامه مقتنع بضائي جدا جدا ممكن في الاخلي انت تتلقى هو المفروض المفروض لو انا كنت مثلا في يوم محروم من حق ان انا اعبر عن رعي او اتناقش مفروض لما يجي الحق ده اتمسك بيه اوي بس ما يبقاش هو سبب مثلا ان انا بعد كده ما اتكلمش تاني او ما اتش راية تاني يعني مثلا انا كنت قابل كده زمان مثلا ان حريك بدي كلم عن اجيلا قابلنا مثلا ما كانتش بتاخد حقها في النقاش لما اتجيها الفرصة مفروض ان هي ترفع بزاية التناقش او بمعنى صح تتناقش بطريقة انهم ان هما كانوا غلطانين انهم ما بياخدوش راية ايوة لكن ما حاولتش مثلا انا هقول له لا انت رأيك ستبقى صحيح طوط ما ينفعش ما مفيش حد رأي بيبقى طوط صحيح اكيد طب احنا كلمنا عن الشخصيات اللي جاية في جانب السقاف مين اللي هيجي في السياسة؟ الجانب السياسي مقول في حاك اللي هو قعد ان تقابل الاخرين هيبقى بنسبة كبيرة للدكتور مانا العمى لانها فعلا من اكتر الشخصيتي هنتكلمها فعلا وهي وافئت بس بغضو كل القصة فاظبيت معايد هي موافقة جدا عن هيت الكلام على المشكلة دي وهو الموضوع فعلا هيبقى كويس جدا ان هيت الكلام في حاجة زيكا طب من الاعلاميين مين هيجي؟ حوال بس معناش في حاجة نقصها والشخصيات السياسية الممكن تيجي لسه هنزبطها الحسب ان شاء الله بيزدل لها ما ينتهل البيت فتح بقى الترشح للرئاسة فده هيساعدنا كتير ان احنا نعرف من الشخصيات الترشح للرئاسة فكرة هعمل ازاي كده فنعرف تجيب شخصية تتعرف تتكلم عنهم كلهم او تنتقلش كل واحدة في الفكرة السياسية طيب عن الترشح بقى للرئاسة هتناولوا الموضوع ده ازاي في الفترة اللي جاية؟ عن طريق البرنامج الانتخابي عن طريق الشخصية نفسها يعني الشخصية المرشحة للرئاسة دي عملت ايه؟ هتعمل ايه؟ فكرها متقبل ولا الناس هتدعمها ليه؟ يعني احنا كل هدفنا نطرح نفس المشكلة الشخصية هي يعني بشكل عام يعني هو الموضوع بشكل عام يعني قصة احنا حتى مش هندخل في قصة الترشح نفسها لكن مش هدعموا حد شخص احنا احنا مية واربعة فرض بالزبط في الكرو ده في ناس مؤيدة لفلان وفلان وفلان مية واربعة كلهم مرأة غير بعض دي احسن حاجة احنا مختلف عن بعض ودي ميزة جدا لان احنا كمية واربعة بنعف نتعامل مع بعض جدا ولما متكلم في الساسم الخناش مع بعض هادي احنا عزين نوصله للناس ان انت ممكن تشغال في تيم معلاز والناس جي معارضة لك عادي جدا انت ممكن تبقى انت هاك ان انت مؤايد مقتنع بي جدا ده ممكن انت عفقال غلط طب انت ليه توقف دي انت تتعوي في حاج جديد هادي احنا مستطل ولكن من من برده من الاعلاميين هيجي احضر احنا انا تتكلمنا اكيد حضرك ستنورينا طبعا استاذ عمريس ان شاء الله بإذن الله ممكن يعني احتمان كبير ييجي وغالبا هوا هيبقى باندوا واحد بس عشان هو اليوم واحد نفسه هيبقى فيه شخصيات كلها فانحنا على قد من ايه نستطيعون نقسم اليوم وحيكون بإذن الله في تغطية المين من كازا قناة كازا قناة مش كاعلمين هيجوا يوجد移 give to its public service. و欧ل النساء تقوم بتقالي من الميجيا نفسها. وفى قنوات فعلاً تكتيرها الريبوتس. وانشاء الله بإذن الله يبط تشرفون نشاء الله بإذن الله. وانشاء الله بإذن الله يابط شرفون نشاء الله بإذن الله. وفى قنوات فعلاً نازلة معنا الإسبوع الجاي والأسابيا الأبني. ولمؤتما نفسها مؤتما أن الهيين هو الكلوزين. هتسجل الموضوع أن تقوم بتقاديره وتعادل نشاء الله عليها. وتعادل القنوات بإذن الله. نعم؟ أيضا سيكون الناس الذين حضروا المؤتمر ستبقى لبراية على الناس الذين تتعرضون على الفيديوهات التي تتعرضون على طريقة البرزنتيشن ستطلع الناس تعملها على الستيج المنقشة نفسها مشيت كيفية طريقة الثلاثة السكافة؟ هذا التقييم يعني بتاعنا نحن في المرحلة الثانية في التريب بتاعتنا اللي هو الترينج هذا الترينج اللي حين نقوم بيجمعهم هم 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 استفادوا فعلا من الترينر دقلا يتناقشوا مع الناس كيف يتطلعوا على الستيج ويكلموا عن المشكلة دي ويعرضوها ويعرضوا الفيديو ويعرضوا الريبورت ويحاولوا يقنعوا الناس بحلول المشكلة دي فعلا إنهم فعلا يلقوا حل المشكلة نحن كل قصتنا سنطلع راحنا مع بعض بنبدأ أعمل بداية للنهاية وفي النهاية بنلاقي حل المشكلة دي إن الحل دي يجي مني عشان أبقى مقتنعة بي لأن أنا دلوقتي لو نزلت الشارع وقلت له ما تشرفش سجايا استهدت درماشي هو أصلا الحل اللي ممكن نوصله ممكن نوصله ممكن يكون من الصحة بس هو ده الحل اللي هو مقتنع بي وعرف يوصله بهو يعني إحنا هدفنا إنه هو مثلا إيه حسنا مثلا نوصل للفكرة دي عن طريقه إنه هو فكر فشاف الأعرض المشكلة وحلها ووصل ليه إحنا ده هدفنا إنه أنت تشوف المشكلة اللي نفسها وتليم مع المعلمات عنها وتعرفها وتحلها من وجهة نظر وبعد كده نتناقش في الآخر اللي أنت وصلت له كده ليه طب إيه الأسباب اللي خلت توصل للفكرة دي إحنا مش هدفنا مثلا إنه إحنا نلاقي كلنا حل واحد أكيد إنه فيش حل واحد عبدونا كلنا بس على قد ما نقدر نحاول إحنا نقرأ بغاية النظر إنت وصلت لده عشان كذا وكذا وكذا وانا وصلت لده عشان كذا وكذا وكذا وغير الموضوع الجائزة في حلول كتير هتبقى مطلحوا قدام الناس وقدام الإعلام الهيجي إن شاء الله يغطي الموضوع لو تفتح برضو أفكار للناس ممكن واحد يبقى غيب عنه حل مثلا ولما يشوفه قدامه يقتنع بيه بزبط أه هي أساس الفكرة إنه إحنا ننزل نصور مع الناس مثلا في الشوائر أو في العشويات عشان كده إحنا ما كنا مثلا بدأنا تصور في العشويات في تطلق قالت أنا عاوز أتعلم كلمة دي نفسها يعني وقعتنا كلنا طب ليه يعني ليه ما دي ما تتعلمش ومين المسؤول على ده ومين ليه قدر يساعدها بزبط كلنا حاجات أهو كلنا أكيد أهو يعني هو إحنا ممكن نكون إحنا كلنا مقصرين في حقها بس المشكلة لأن كل واحد يؤدي الدول عليه يعني مثلا أنا كل مشكلة يعني حالي إن أنا أجي أعرض مشكلتها ووصلها للجهاد بس أنا مش هاد عملها حاجة كده يعني ده دوري إن أنا هي أهية كنت عايزة تعلم عشان كذا وكذا وكذا طيب عايد أسأل بقى كل واحد على حادة شايفين المستقبل اللي جايز زي شايفون زي زي الفل المستقبل إن شاء الله طول ما فيه تيمز وفيه كروز وفيه أكتيفتز شغالة وفيه في عمل تطوعي بنسبة ببيلة في البلد إن شاء الله البلا هتتقوم بشكل كويس جيد يريد الحكومة الدعم لأنا يعني أنا فعلا من الحاجة عايزة وجهه هنا في البلنامج يريد يبقى فيه حد مسؤول في الحكومة عن العمالة التطوعية في البلد رسالة وكذا 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 كتير جدا فيه أكتيفتز في كليات فيه ناس بتنزل بكورز وحاجات كتير قوي الناس دي لهوا الدعمت ماديا وتساهل لها الموضوع مش تصريح وشغل ومش عادي في إعباء نعمل ما يطلعوا حاجة كده بموضوع بي صعبة جدا فنحن ممكن نعمل حاجة أكبر من كده ليه ما يبقاش مثلا مؤتمر مؤتمر ميدي طريب ده حاجة على المكتبع على المحافظات كلها مش جوا كله ياريت نتمنى ده طيب محمد تتمنى إيه في المستقبل شايف مستقبل إزاي؟ هو مستقبل لا إن شاء الله يبقى كويس بس هو بيعتمد على إحنا منصرف إزاي دلوقتي يعني إحنا مثلا إحنا عايزين المستقبل يبقى كويسين كلنا فلازم إحنا نتعب دلوقتي عشان نطلع على الأل جيل كله مع بعضه واحد أمو أنا بشكركم على وجودكم معنا النهاردة أول حاجة أخيرة بس أنا عايز بس أشكر تيم برينستورم اللي هو وصلنا اللي إحنا نعمل حاجة إزاي كده والوصلنا النهاردة نحن نطلع على تلفزيون الكلام حاجة إزاي كده سواء التيم بشكل عام أو البورد اللي هو المجلس نفسه الإدارة أو الفايس بريزدنت إنه زي بجد تتعبت وشبه ما كانش بتنامق لغير عشان برينستورمتوا بحاجة على حد الواقع وعشان ما يدترب تنزل إن شاء الله السبت الجافي كله عندي أنا بشكر بس تيم البي أربع بتاعي عمو عشان هو تعب معي قوي والله بجد فبجد فرحان إنه هم كانوا معي أنا شغلت مع التيم ده بجد وأنا بشكركم ونورتون النهاردة في نهارك سعيد باسم أحمد محمد حسن منظمي رحلة عقل بشكركم على نهارك سعيد مشاهدينا خلصت فقراتنا بس لسهم كاملي معيك ونهارك سعيد اشتركوا في القناة